اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف مدينة انرغودار التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال رئيس بلدية هذه المدينة ديمتري أورلوف على تطبيق تليجرام إنه منذ الصباح الباكر يضرب الروس انرغودار بوسيطة قذائف الهاون وأسلحار الشاشة ويقصفونها بصواريخ ملفقا المنشور بصور تظهر مباني متضررة وأعمدة دخان أسود ويأتي ذلك الاتهام بعد أنباء عن قصف روسيا لمدينة تقع قرب محطة زابوريجيا النووية وفقا لسلطات الأوكرانية وقال مسؤول إدارة نيكوبال الواقع قبالة انرغودار على ضفة المقابلة لنهر دينبر عبر تليجرام قال الجيش الروسي يقصف انرغودار الوضع خطير بسبب هذه الاستفزازات موسيقى